مشاورات تؤدي إلى مفاوضات هذا ما أوضحه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث في سياق حديث أدل به إلى جريدة الشرق الأوسط السعودية بشأن خطته العقد المشاورة المقبلة بين الأطراف اليمنية المقرر أن تنطلق بمدينة جينيف السويسرية في السادس من سبتمبر المقبل خطة تشير بنظر المراقبين إلى نية غريفث الانطلاق من نقطة الصفر تقريباً في التعاطي مع الأزمة والحرب في اليمن النتيجة التي يعيد بها غريفث لا تخرج عن الرؤية التي خيمت على جولات المشاورات الثلاث التي عقدت بين الأطراف اليمنية وقادتها إلى الفشل فها هو يتحدث بوضوح عن أن واحدة من أهم أهداف المشاورات المقبلة والمفاوضات التي ستليها هو التوصل إلى اتفاق يتم التوقيع عليه يقضي أولاً بتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة الجميع يليه وضع ترتيبات أمنية لانسحاب جميع المجموعات المسلحة من اليمن ونزع سلاحها بطريقة تضمن امتثالها للوعود التي قطعتها النقطة الجوهرية التي تدور حولها خطة غريفث هي أن التسوية تحتاج إلى العودة إلى حالة الحق الحصري في استخدام القوة التي هي الآن من اختصاص السلطة الشرعية لكن غريفث يريد إيكال هذا الحق لحكومة التوافق الجديدة التي ستنبثق عن العملية السياسية في مقابل تفكيك ما أسمها المجموعات المسلحة والذي قال إنه سيستغرق وقتاً لكن المبعوث الأممي لم يكن مستعداً للإدراء بإجابة شافية على تساؤل انطرحته الشرق الأوسط حول مخاوف من إمكانية قيام ميليشيا الحوث بالغدر بالشركاء كما فعلت مع صالح إذ لم يزد عن القول إن الضمانة الحقيقية الوحيدة لأي اتفاق هي إرادة الأطراف ولا بد من التأكد أن المجتمع الدولي ليس بالضرورة قوة عسكرية وصفة كارثية أخرى بتوقيع جريفث ينتظرها الواقع المحترق بنار الحرب في اليمن إذ لا تحمل التصورات الجاهزة لدى المبعوث الأممي أي تضمانات بشأن السلام طويل الأمد الذي يسعى إلى تحقيقه فكل ما لدى المبعوث الأممي هو تطمينات بأن لدى السعودية مصلحة مشروعة في أن تكون حدودها الجنوبية مستقرة وأن لا تتعرض أراضيها للهجمات وبأن الحكومة اليمنية فعداً هي الحكومة الشرعية في وقت لا يخفي فيه حقيقة أن الواقع قد تغير في الجنوب وهو تغير حدث بنظر المراقبين بالكيفية ذاتها التي تغير بها الواقع في الشمال أي على وقع التمرد المسلح على الشرعية والدولة